بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين تبين معنا في الحلقة السابقة أن التصوف كان مستمرا في تاريخ المغرب وما كان للتصوف أن يستمر لو لا وجود مجموعة من السمات التي ميزت فما هي هذه السمات؟ تتمثل السمى الأولى وهي السمى الأبرز في التكامل بين الفقه والتصوف إذ تكمن خصوصية التصوف المغربي بترسخ المذهب المالكي مع الدولة الإدريسية بخصائصه التي تتقاطع مع جوهر التصوف مما جعل المنهجة الدائمة للمعرفة الصوفية بالمغرب يقوم على الجمع بين الأحكام والمعاني والأخلاق وقد أثر عن الإمام المالك رضي الله عنه قوله من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن تفقها ولم يتصوف فقد تفسق ومن جمع بينهما فقد تحقق كما أن أول كتاب تأسيسي في المذهب المالكي وهو الموطأ احتوى على كتاب الجامع والذي يضم مجمل الأخلاق والآداب والسلوك ومكارم الأخلاق وقال عنه القرافي هذا كتاب يختص بمذهب مالك لا يوجد في تصانيف غيره من المذاهب وهو من محاسن التصنيف وعند حديث ابن العربي عن باب ما جاء في التقى من كتاب الموطأ قال هذه ترجمة عظيمة أفردها الإمام مالك رضي الله عنه دون غيره من المصنفين وعجبا لهم كيف أغفلوها وهي عمادة الدين وقد استمر هذا الجمع بين الفقه والسلوك لدى الفقهاء المالكية إذ نجد كتاباتهم ملأة بالآداب والأخلاق العامة كما يظهر مثلا من الرسالة لابن أبي زيد القيرواني وكما يظهر من كتب ابن عبد البر والقرافي وغيرهم بل إن الإمام القرافي أفاض في ذكر عدد من المسائل المرتبطة بالتزكية والتربية من قبيل الحديث عن التقوى والزهد والتوكل وحصل الخلق ومن جهة أخرى نجد كتابات الصوفية تزخر بالتنبيهات الدالة على أهمية المعرفة الفقهية وبنظر سريع جدا إلى كتاب قواعد التصوف للشيخ زروق الفاسي يتأكد لنا هذا الأمر إذ جاء في القاعدة الرابعة ما يأتي لا تصوف إلا بفقه إذ لا تعرف أحكام الله الظاهرة إلا منه ولا فقه إلا بتصوف إذ لا عمل إلا بصدق وتوجه ولا هما إلا بإيمان إذ لا يصح واحد منهما دونه إن الشيخ زروق يجمع في قوله بين أصول الدين والفقه والتصوف فينظر لهذه العلوم نظرة اجتماع لا افتراق ونظرة تكامل لا تفاضل كما يظهر لقارئ كتابه قواعد التصوف إن التصوف بالمغرب كان يسير جنبا إلى جنب مع بقية العلوم الإسلامية دون اعتباره علما دخيلا بل كان متجذرا من الناحية العملية والمجتمعية ويمكن القول إن شطرا كبيرا من التدين الشعبي يرجع الفضل فيه إلى التصوف الذي قرب الحقائق الدينية لعموم الناس ولقد بقي التصوف جامعا بين الظاهر والباطن واتخذ الشريعة أساسا للطريق لكن انحرف عن مصاره في بعض الفترات من تاريخ المغرب حتى قال علال الفاسي ومن الحق أن نقول إن التصوف المغربي في القرون الثلاثة من السابع حتى التاسع ظل في حدود الكتاب والسنة بقدر المستطاع ولم تدخل فيه للدعاءات والخرافات التي اتصلت به منذ القرن العاشر إلى يومنا هذا وحتى في هذه العهود المتأخرة لم يخرج عن سبيل التوحيد وإنما حصل لرجاله من الإغراق في المحبة وتحسين الظن ما جعل تقديس الأولياء يصل إلى حد الاعتقاد في قدرتهم على التصرف والضر والنفع الأمر الذي يعد انحرافا عن أسس الدين الصحيحة كما قال علال الفاسي ومن ثم فإن أهم ميزة للتصوف المغربي جمعه بين الظاهر والباطن وذلك نتيجة تأسسه على منهج الإمام الجنيد وطريقته المؤسسة على مبادئ الشريعة وكلياتها فكان متصوفة المغرب يتطلعون نحو الحقائق لكن يتمذهبون بمذهب أهل البلد ولا ينسلخون عنه من حيث الجملة أما السما الأخرى من سماة التصوف المغربي فتكمن في البعد الأخلاقي العملي للتصوف المغربي نعم البعد الأخلاقي العملي إذ يلحظ الناظر في التصوف في منطقة الغرب الإسلامي أن طبيعة التصوف المغربي تختلف شيئا ما عن التصوف في الأندلس إذ تشير العديد من المصادر التي أرخت للتصوف بالمغرب إلى أن الاتجاه الصوفي في المغرب غالب عليه الطابع العملي هذا الطابع يتأسس على الزهد على الأخلاق على الرقائق ولم يكن تصوفا فلسفيا باطنيا كما ظهر في الشرق والأندلس في بعض الفترات باستثناء بعض المبالغات المتعلقة بالكرامات وخرق العادة فالتصوف في المغرب يبتعد عموما عن الجانب الإشراقي والغنوصي ويغلب عليه بشكل كبير جدا البعد العملي والأخلاقي وذلك ربما نظرا لطبيعة متصوفة المغرب ومن ثم تكمن خصوصية التجربة الصوفية المغربية في تميز المواقف النظرية لأعلام التصوف ورفضهم الاعتقاد لإسقاط التكاليف وتميز هؤلاء الصوفية في تعاملهم السلمي وعدم انتهاجهم المواجهة فرغم طول التجربة الصوفية بالمغرب وتجزرها الاجتماعي لم يشهد أقطابها مصيرا كمصير الحلاج أو السهر وردي ولم يتهموا بما اتهموا به عقائديا أو سياسيا وذلك ربما بفضل ما تحلوا به من قدرة على التكيف مع الأوضاع وحرص على ترشيد الواقع قدر الإمكان وتجزر الإشارة إلى أن صوفية المغرب أثروا في صوفية المشرق إذ قاموا بدور رياد في مصر ومنها إلى باقي المشرق وبذلك أصبح الغرب الإسلامي لأول مرة صاحب مبادرة التأثير في المشرق بعد أن أخذ عليه أنه اكتفى بمجرد التقبل والتأثر وكان التصوف أبرز العناصر التي وسعت من مجال التدين المغربي وعمقت تأثيره نحو أقطار الأندلس وإفريقيا كما تجزر الإشارة إلى أن للتصوف إسهمت مهمة جدا على المستويات الاجتماعية والسياسية خاصة بعد معركة العقاب إذ أسهم في دفع الخطر الخارجي الذي بدأ وكأن الدولة الموحدية في ضعفها لم تعد قادرة على مواجهته فطغى من ثم على التصوف المغربي البعد العملي واتجه أقطابه كاب المشيش والشاذلي وأبو محمد صالح وغيرهم إلى تعميق قيمة الجهاد بين أتباعه وإعلاء فضيلة الرباط على الثغور والسواحل ماذا نفهم من الكلام السابق؟ نفهم منه أن التصوف المغربي يتميز بسمتين اثنتين هما العملية والأخلاقية ولم تقم جدالات بين الفقه والمتصوفة اللهم إلا في بعض الفترات المحدودة ويمكن أن نرجح هذا الأمر إلى تفقه المتصوفة وجمعهم بين الفقه والذوق فكانت نيزة التصوف المغربي خلوه عن الجدالات التي عرفها المشرق اللهم إلا في بعض الفترات لكنها تظل فترات محدودة في تاريخ المغرب وبالنظر إلى أخبار أبي شعيب أيوب بن سعيد الأنصاري دفين أزمور أو تلميذه أبي يعزي النور وهما من المؤسسين الأوائل للفكرة الصوفية بالمغرب والمعاصرين لتلاميذ ابن مسرة يتأكد لدينا طغيان البعد الأخلاقي عليهما بل إن حتى الكرامات التي رويت عنهما لا تعدو أن تكون إنعكاسا لصورتهما في المخيلة الشعبية كنماذج أخلاقية مرغوب فيها وفي مقابل هذا الحضور القوي لهذا النوع من النموذج الأخلاقي فإن الغياب يكاد يكون تاما حول الحديث عن إنشاء منظومات فكرية أو نظريات إشراقية مما هو متداول بين صوفية المشرق وكذلك صوفية الأندلس وهو ما جعل علال الفاسي يلاحظ أن تصوف الأخلاق والرقائق هو الذي استقر عليه عامة المتصوفين المغاربة بل كان له الأثر الفعال في مشتمعنا فانطلاقا مما سبق يظهر أن التصوف المغربي تصوف متميز هذا لا يعني أنه لم يعرف بعض الاختلالات كما حكى علال الفاسي في ما مضى بل هذا التميز هو ما جعل التصوف يؤدي مجموعة من الأدوار والوظائف على مدار تاريخ المغرب فما هي هذه الوظائف؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إلى ذلكم الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة